قبل أن أبدأ مع حدثك أذهب مباشرة إلى هذا المؤتمر الصحفي إذن لوزير الخارجي المصري مع الروسي بموسكو إلى هناك فإن الديناميكية الإيجابية للتبادل التجاري بين دولتين يثير ارتياحنا نتيجة للعام الماضي التبادل التجاري بين الدولتين قد تجاوز ستة مليارات دولار الأمر الذي يزيد مؤشرات عام 2021 فنحن أيضا اتفقنا على إتخاذ كل الإجراءات للحفاظ على هذه النزعة الاقتصادية وجعلها مستدامة في هذا الشأن نحن قد شددنا على دور الغرفة الوزرية الروسية المصرية للتعاون التقني والاقتصادي فإن الجلسة الجديدة لهذه الغرفة سوف يتم تنظيمها وعقدها في القاهرة خلال الأجهر القادمة نحن كنا نتحدث عن تنفيذ عدد من المشاريع المشتركة الاستثمارية قبل كل شيء دور الحديث عن بناء محطة زبعة للطاقة النووية بالإدفة إلى إنشاء منطقة الصناعية الروسية في مصر بالإدفة إلى تطرق التعاون في عدد من المجالات الصناعية وأيضا في قطاع التقوى والوقود وأيضا تنظيم توريد المزيد من القمح الروسي إلى جمهورية مصر العربية بالإدفة إلى ذلك شارنا إلى التطور المستدامة لتعاوننا الصناعية العسكري فإن اللجنة لهذا التعاون جرت جلستها في السنة الماضية فنحن قد اتخذنا عدد من الإجراءات المكرسة للحفاظ على نفس الوتيرة لهذا التعاون وفي ديسمبر جرت تدريبات أسطول الخامسة المسمة بالجسر الصداقة بين روسيا ومصر ففيما يتعلق بالتعاون الإنساني والثقافي لدينا تطور بليغ ونحن أشارنا إلى ما تم إجراءه بكل النجاح من سنة التعاون الإنساني في 2021 و2022 كما يتعلق بالمناقشات السياسية فنحن قد تبدلنا بالأراء بشأن الأجندة الأقليمية والدولية وعربنا عن استعدادنا لمواصلة التعاون على منصة الأمم المتحدة بالإدفة إلى المجالات والمؤسسات الدولية الأخرى وأيضا تترقنا للحديث حول المهمات الرمية إلى المساهمة في تسوية الأزمة الليبية في أسرى وقت ممكن وفي هذا السياق نحن نريد لشراء إلى جهود مبدولة من قبل أصدقائنا المصريين والرمية لتنظيم المفاوضات الليبية في الأراضي المصرية وهذه المفاوضات سوف تصبح منصة للتسوية الشاملة لجميع المسائل الليبية نحن سوف ندعم هذه الخطة في المستقبل بالإدفة إلى ذلك كنا نتحدث عن آفاق تطوير الأوضاع في سوريا وحول سوريا فنحن اتفقنا على ضرورة احترام حرمة أراضي وسيادة جمهوري العربية السورية بالإدفة إلى احترام حقوق السوريين في تقدير مصيرهم بأنفسهم في المستقبل وبتبيعة الحال روسيا دائما تعتمد على الاحتمام بالدور المتزايد لجمع الدول العربية بشأن تسوية الأزمة السورية وإعادة عمار هذه الدولة نهك من رجوع سوريا إلى هذه المؤسسة العربية نحن أيضا نقلقون بديناميكية سلبية بشأن الأوضاع في منطقة فلسطين وإسرائيل ونحن قد شددنا على ضرورة إعادة إطلاق المفاوضات بين الطرفين في مصالح حل جميع المسائل بشأن الصفة النهائية وأيضا الوصول إلى التسوية على أساس السياقة الدولية المعترف بها فإن الطرف الروسية قد أشرنا في هذا السياق لدرورة استئناف عمل ربعية الدولية وقد أشارت وذكرت بأنه خلال كثير من السنوات نحن نعتبر أمرا ضروريا أن نصل إلى إمكانية كون هذه الربعية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة أن تشتغل وتعمل بتعاون مع جامعة الدول العربية كما أننا قد نظرنا إلى التحضير للقمة الثانية بين روسيا وإفريقيا من الموز معقدها في نهاية يولو من هذا العام في سان بيترسبورغ سوف نتفق على بعض الحتوات بغية تفعيل التحضيرات لهذه القمة إدافة لذلك وطلبية لمطالب أصدقائنا المصريين أعطينا كل المعلومات المفصلة بشأن الأوضاع المتعلقة بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بالإدافة إلى سنوات طويلة لنصف اتفاقات منسك الاتفاقات التي قد سبقت هذه العملية العسكرية وتم استخدام هذه الاتفاقات من قبل نظام كييف بالإدافة إلى الدول الغربية التي كانت تغذي هذا النظام السياسي بغية التحضير لحرب على روسيا الاتحادية الأمر الذي قد اعترف به الأطراف التي قد وقعت هذه الاتفاقات ونأقصد الرئيس الأوكراني السابق بوروشينكو بالإدافة إلى المستشارة المنية ميركل والرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولان فنحن مرتاحون بنتائج المفاوضات وقد اتفقنا على مواصلة العمل مع اصدقائنا المصريين سوف نبقى في اتصال العمل وأنا واثق من أن كل ذلك سوف يسب في مصالح علاقتنا وصداقتنا وشكرا شكرا جزيلا سعدت بلقاء معين الوزير لافروف الصديق العزيز وقد بحثنا على مدى ما يزيد عن الساعتين في إطار لقاء منفرد ثم مجمع بعض الوافدين مجمع للعلاقات الثنائية المصرية الروسية والوجود إرادة قوية لدي الجانبين لاستمرار الدعم وتنمية العلاقات الثنائية بما يصب في مصلحة البلدين تنفيذ المشروعات التي يتم تنفيذها وأثرها على جهود التنمية الاقتصادية أمر مهم ونعمل على الانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات بشكل يؤتي بثماره ويعزز من العلاقة حجم التبادل التجاري كما تفضل معالي الوزير في تزايد وبالتأكيد أنه استبرار الاعتماد على السلع التي يتم تبادلها فيما بيننا أمر مهم ونعمل على الحفاظ عليه وبلو التوسع فيه أيضا نقشنا الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأكدت على اهتمام مصر كما يهتم المجتمع الدولي كله بالتواصل إلى الظروف التي تسمح بانتهاء المواجهة العسكرية في أوكرانيا وقد تم تناول هذا الأمر باستفادة في إطار المنطقة العربية تناولنا الخضية الفلسطينية والتطورات الأخيرة والأهمية لوجود التهدئة وعدم التصعيد وامتناع عن الإجراءات الإحادية التي تؤدي إلى تعقيد الموقف وضرورة إيجاد الإطار السياسي اللازم لإنهاء الأزمة على أساس حل الدولتين إخامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها الكدس الشرقية وضرورة تكثيف الجهود الدولية والطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته وفقاً لمقررات الشرعية الدولية للتوصل إلى حل نهائي يحافظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني كذلك تناولنا الأوضاع في ليبيا والجهود التي تبزلها مصر من أجل إيجاد توافق ليبي ليبي يؤدي إلى انتهاء المرحلة الانتقالية ويقود إلى انتخابات يعرب فيها الشعب الليبي عن إرادته ويقيم حكومة تمثل مصالحه وتنهي من تواجد القوات الأجنبية والميليشيات وتعيد مقدرات الشعب الليبي إليه ضرورة الحفاظ على أطر الشرعية المتمثلة في المؤسسات الليبية واتفاق السخيرات ومثل ذلك من توفقات ليبيا ليبيا وعدم تجاوز ذلك من خلال التعامل مع مؤسسات انتهت ولياتها ووفقا لما كان مقررا ولم تتطلع بمسؤوليتها مصر سوف تستمر في الجهود للتوصل فيما بين مجلس الدولة ومجلس النواب لتوافق حول إطار الدستوري الذي يؤهل لانتهاء المرحلة الانتقالية ويؤتي بالانتخابات التشريعية والرئيسية بالتزامن ونبذل الجهود أيضا في إطار التنصيق بين مجموعة الخمسة وخمسة العسكرية لتوحيد المؤسسة العسكرية ومنع أي انسلاق نحو استعادة المواجهات العسكرية من الهمية أن يتم ذلك في إطار يعتمد على التوافق ليبيا ليبيا وعدم تعدد وازدواجية الأطر حتى لا يتم تعقيد الموقف وبالتأكيد أنه لمصر مصرحة رئيسية بحكم العلاقة الوثيقة فيما بين الشعبين المصري والليبي ووجود العلاقة الوثيقة أيضا فيما بين الشعبين والجوار المباشر والمصالح المتبادلة والحفاظ على الأمن القومي وأيضا التعامل مع قضية الإلحاب والقضاء على هذا التحدي من خلال التعاون مع كافة الشركاء سواء الإخليميين والدولية تناولنا كما تفضل معالي الوزيرة أيضا الأوضاع في سوريا وأهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وعدم التدخل في الشأن السوري وعدم انتشار التواجد لقوات أجنبية وأعمال عسكرية لا تتوافق مع مقررات الشرعية الدولية ومثاق الأمم المتحدة وسوف نستمر في التواصل مع مبعوث الأمم من أجل تحقيق التنفيذ الكامل قرار مجلس الأمن 2254 ونعمل من خلال شركانا ومنهم روسيا على الوصول إلى وضع يحافظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها على كامل أراضيها تأكيد أن هناك قضايا عديدة من ضمنها القضايا الأفريقية التي تناولناها وأهمية تدعيم العلاقات والتعاون فيما بين الدول الأفريقية وشركائها الدوليين سواء كان الروسيا، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، السين وكلها دوائر مصر حريصة بأن تلعب دور يؤدي إلى تحقيق الاستقرار والأمن وأيضا يصب في مصلحة الجهود التنموية الوضع الاقتصادي العالمي يفرد تحديات عديدة ومن الأهمية أن يكون هناك مرعاة للضغوط التي تواجه الدول النمية بصفة عامة ومنها مصر وإيجاد الأليات الملائمة لرفع هذا العبء عن شعوب التي تتطلع إلى مزيد من التنمية والوفاء بتطلعات شعوبها سوف نستمر في تواصلنا الوثيق فيما بيننا لدعم العلاقة الثنائية ونعتز بالاحتفال بـ 80 عام على قامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ونستمر في التنسيق الوثيق والعمل المشترك على أساس من المصالح المشتركة والإحترام المتبادل والتاريخ الطويل الذي يعد أردية مستقرة لهذه العلاقة التي دائما اتسمت بالإيجابي شكرا جزيلا يوسف بيقار قناة الغد مصر السؤال الأولي معالي وزير خارجية المصر هل هناك جهود مشتركة روسية مصرية لاحتواء الأزمة الحالية بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفتح باب الحوار مجددا معالي الوزير هناك ملفات مشتركة في الوقت الحالي بين روسيا ومصر هل من رسالة تحملونها إلى موسكو خاصة بعد اللقاءكم بالأمس بوزير الخارجية الأمريكي في القاهرة الثاني سيرجي فيكترويج يعني عبر حل الملف الليبي كل ذلك يحافظ على الأمن القومي المصري وبالتالي سمعنا الوزير الخارجية أصهب بالحديث عن سيناريوهات حل هذه الأزمة الليبية تم الحديث أيضا عن الملف السوري بالتحديد أيضا عن التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وهذه المحاولات من أجل حل الدولة الفلسطينية على حدود سبعة وستين وأخيرا يعني كنا قد تابعنا خلال هذا المؤتمر الصحفي الحديث من قبل وزير الخارجية المصري عن التحديات الاقتصادية وانعكاسها على الدول النامية بما فيها مصر يعني نتابع اتباعا ما الذي يجري على منصاتنا على السوش الميديا من ضمن المحاور أو النقاط المهمة التي ذكرها أيضا وزير الخارجية الروسي هو التعاون النووي المصري عن الروسي وأيضا توريد مزيد من القمح إلى مصر وأيضا تطور التعاون الثقافي والإنساني ما بين مصر وروسيا سحا إذن فقط سريعا يعني أيضا بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا ستة مليار دولار إذن يعني الكثير من التفاصيل وتابعها كما ذكرنا على السوش الميديا